السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات صف الخامس في حل الاختبار السادس من كتاب ملحق المعاصر هنبدأ بسؤال الأول listen and write true or false زجالبية is a traditional Egyptian clothing it's made from cotton زجالبية have pockets but they are hidden the sleeves are long so we don't get some burn سؤال الأول زجالبية is modern clothing طبعا هي false عشان هي traditional clothing يعني هي ملابس تقريدية يبقى الأولى خطأ الثانية زجالبية is made from cotton true مصنوعة من القط زجالبية have hidden pockets true لها جيوب مخفية السؤال الثاني ريماس and her mom are in the market ريماس and her mom are buying apples ريماس would like some oranges مام أسكيز ريماس how about buying some bananas too سؤال الأول ريماس is buying apples with her mom ريماس بتشاري تفاح مع مامتها أوكي يبقى true صح وبهنا هنكمل is buying apples with her mom يعني بها نكتب mom عفوا سؤال الثاني ريماس would like some ريماس تريد بعض الأورنجز البرتقون مام أسكيز هابا buying some bananas too ماذا عنشرة بعض البانانز الموزب أوكي تعال بقى على السؤال الثالث وهو choose a correct answer اختر لقابة صحيح my school مدرستي is blue skirt جيب أزرقا and a yellow t-shirt وتشيرت أصفر طبعا زي المدرسي أو زي الموحد هو uniform يبقى my school uniform زي المدرسي بتاعي هي جيب أزرقا وتشيرت أصفر number two ecotourism السياحة البيئية helps to the wildlife هلبسوا بتساعد ايه للحياة البرية بالساعد طبعا to ask يسأل buy يشتري بلد يبني protect يحمي طبعا بتساعد في حماية الحياة البرية يبقى ecotourism helps to protect the wildlife number three I went outside أنا ذهبت بالخارج my friends I went outside طلعت برة يعني to help علشان أساعد أو لكي أساعد يبقى to help how often زي ما خدنا how often بعدها هيدو يضرز على حسب الفاعل ولكن هنا الفاعل how often do you walk to school كم مرة بتيمشي للمدرسة السؤال الرابع read a match a usb اقرأ ووصل اي معبي emissions الامبعاثات are هي ايه هي gases from cars or factories هي غازات من السيارات أو المصانع يبقى to number one I work in a team أنا بعمل في فريق when I'm playing football لما بلعب قراد الفوتبول number two we use leather بيستخدم جلد to make shoes and bags عشان نعمل أحزية وحقق يبقى to number three what did a scribe do ماذا يفعل الكاتب he wrote everything دون هو بيدون كل شيء you buddy number four السؤال الخامس read the tickets and answer the question علي آية and مروى like sports آية علي مروى like sports علي like football he plays it with his friends on friday they play football on the pitch his team always wins Marwa like swimming she goes to swimming pool every day she wears googles when she swims her friend like her friend is like Marwa because she is kind and clever she helps her friend all the time آية is a good squash player her racket is red and white they are good players they advise all people to practice sport so the first Ali and his friend playing sport on Ali and his friend playing on pitch in the pitch in the side of the pitch as he play football on the pitch okay so let you say red and white red and white red and white red and white answer the following question what sport does Marwa like مروة بتحب السباحة مروة لايكس السباحة مروة بتحب السباحة السؤال الثاني لماذا تحب مروة مروة بحبه عشان هي مهرة وبالساعد الاخرين هي كائن يبقى بكوز بكوز لان انا قائن مهرة وشترة سؤال السادس رؤيتم الى الكلمات لعمل جمال صحيح هنبدأ بشي شي شي إز جيدة فيه شي إز جيدة فيه بلايين سكوش يعني ها جيدة في لعب السكوش سؤال الثاني توريز جيفز جابز فور لوكال بيول يبقى توريز السياحة جيفز جابز توفر وظائف فور لوكال بيول لسكان المحليون سؤال الثالث ماء كراتي ماء كراتي سويت بدلت الكراتي بتاعة إز بيضو سؤال الرابع هاو افتن كم مرة بتلعب تنس? يبقى how often do you play تنس? كم مرة بتلعب تنس? والسمار كيف الاخر. السؤال السابع واسأل الترقيم وهنبدأ بكابتال دابليو. احمد خلي بالك احمد اسم شخص. وخلي بالك اسم الشخص اللي بنجي في الاخر بنحط قبليكما بس هي معمولة هنا. ونحطك كعادة بتاعدي. تعال اتكلم على رياضات المفضلة. احنا عملناها قبل كده في امتحان كثير ولكن هنعملها تاني. يبقى اقول مسلا يوجد رياضات كثيرة في مصر. انا نعمل في امتحان كثيرة في امتحان كثيرة لانضيح من فتبول كرة القدم with مع my friends we play نحن نلعب in a pitch فيما لعب كرة القدم I play in a team أنا بلعب فيه في فريق my team always wins my team فريقي always دايما wins كده حضرات عملنا الموضوع مع بعض وخلصتنا معاك الامتحان السادس واستنين إن شاء الله في حل الامتحان السابع من ملحق المعاصر لصف الخامس التدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقديمتم في لقاء في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله